من جانبه أكد رئيس إسطونيا ألار كاراس حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في العديد من المجالات أوضح رئيس إسطونيا أن بلاده مهتمة بالتوسع في التعاون بمجال الأمن السبراني والخدمات الرقمية سعدني أن أتواجد هنا في القاهرة للقيام بأول زيارة على مستوى سنائي من جانب رئيس إسطونيا في خلال ثلاثة عقود من المهم أن نعقد علاقات وطيدة مع مصر أحد أهدف الأهداف الرئيسية لزيارتها هو تعزيز علاقتنا وخلق المزيد من الفرص للأعمال بين الدولتين معي وفد من قادة الأعمال في إسطونيا في مجالات الطاقة والنقل والدفاع والصحة وكذلك التكنولوجيا والتعديل والهندسة إسطونيا مهتمة بالتوسع في التعاون في مجال الخدمات الرقمية والأمن السيبراني الخدمات التي نتمتع فيها بخبرة متميزة كما نرى فرص جيدة للتعاون في مجال الطاقة والدفاع ونحن حرصون على بناء علاقات تعليمية بين جامعتنا مثل الموجودة بين أقدم الجامعات في إسطونيا والجامعات في القاهرة الكامر المجانع الدني